توفي شخص وترك زوجة وثلاثة أبناء من بينهم قاسر ما نصيب القاسر من الفريضة؟ نعم في هذا الحالة طبعا الزوجة تريث ثمن يعني تدي ثمن والأبناء يديوا الباقي عصبة إذا كان فيهم بنت يديوا للذكر مثل أحد الأنثيين يعني الساهمين لذكروا الساهم للأنثى وإذا كان كلهم ذكر يديوا الباقي تعصيبنا على عدد الرؤوس تاهم إذا كان في ثلاثة يديوا الباقي تعصيبنا الثلاث إذا كان في أربعة قسم على أربعة الباقي بعد منحي وثمن ولا يهم إن كان قاسرا أو كبيرا في السن أو حتى يمكن أحتى أن يكون حملا يعني ما زالت الزوجة بالحمل هنا له حق في الميراث بشرط أن يولى داحيا صاري هل هناك عمر محدد للجنين لكي يكون وارثا؟ لا المهم ثبوت الحمل ثبوت الحمل هنا يترك له أحسن الناصبين مرة على أساس أنه طفل أو على أساس طفل فإذا زاد حي يستحق ذلك الناصب نعم نعم